السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخواني معكم أخوكم أحمد من موقع ومدوانة زاكسات اليوم نستعرض عليكم جهاز تايجر تي 3000 الجهاز يأتي أندرويد طبعا آخر إصدار مكتوب على الجهاز كيت كات لكن آخر تحديث وصل هو النوغا مواصفات الجهاز سريعا الجهاز به سيرفر فوريفر أكوا سيرفر في العالم حاليا به مستقبل واي فاي داخلي يعني لا يحتاج معك لأنتن كي تستقبل واي فاي بمنفذ لان مدمج واجهة الجهاز سهلة وبسيطة لا تحتاج للتعقيدات الجهاز أندرويد يعني أي أبليكيشن أي ألعاب ممكن تستخدمها الجهاز ممكن توصيل في منافذ USB يمكن توصيل ماوس كيبورد يدعمهم فتح مجموعة قنوات بي أوت كيو على العربسات باقة CV أيضا باقة المجد على العربسات اثنين منفذ USB إصدار الثاني والإصدار الثالث به دعم لبطاقة SD يعني يمكن معاملتها كهارد منفذ HD تيونر ولكن الجهاز لا يحتوي على دونجل داخلي الأوديو والفيديو ويعمل على 12 فولت الأزرار الأمامية أزرار باللمس كما تعودنا منتجر هنا الرقم القناة يحتمل حتى 20 ألف قناة الجهاز به سيرفر فوريفر 15 شهر وال IPTV 6 أشهر يمكن تمديدهم أيضا يمكن عمل سكرينشوت للجهاز من الداخل يستقبل قنوات 4K لكن لا يدعم الصيغة كاملة يمكن استقبلها بصيغة 30 فريم بر سكند يعني تستقبل 4K لكن لا ترى الوضوح كاملا رمات الجهاز 1 جيجا بايت الجهاز به فتحات للتهوية يأتي مع الجهاز الريموت والبطارية كابل HD والأدابتور وبطاقة الضمان ودليل المستخدم الجهاز أكثر من رائع لأنه يستقبل قنوات ترميز 265 أنصحكم بقتنائه لا تفوتكم تجربة المميزة للأندرويد الجهاز به منفذ لان داخلي هكذا استيكر لم أزله بعد الجهاز الجهاز أندرويد سهل والسريال استخدام سعر الجهاز يبلغ حوالي 100 دولار أمريكي شكرا لكم وان شاء الله سأكون بتشغيل الجهاز وعمل بريفيو كامل له على التلفزيون شكرا لكم شكرا لكم